انا اسمي احمد انا مصري. اعمل مصري اهلا بك. اهلا بك. سنة. اه ممكن. اي سنة. طيب. اه. انا اسأل حضرتك سؤال? اتفضل. انا انا بس حيب اعرف يعني حضرتك. اه انت سني طبعا. عايز اعرف بس مذهبك يعني انت تابع لأي مذهب بالظبط. انت مو عارف انا تابع لأي مذهب? لا بصراحة. طيب تابعني تعرف ان شاء الله. يعني انت الرسول اللي انت مثلا بتقول لرسول كم وكذا وكذا. يعني هو تامش عن الرسول عنك وحد تاني. عفوان عفوان صوتك يقطع شلون عفوان. الرسول انت انت بتقول الرسول تابعكم واتابع الطرق. هل هو رسول كمش هو؟ الصوت يقطع. اخي كريم اخي كريم. اتريد تعرف الفرق بين الرسول الشيعي والمدعي للنبوة السني صح؟ اكتب لو سمحت باليوتيوب بداية التوحيد محمد وعلي الخالقين الرازقين. جيد؟ هذه محاضرة تقريبا ثلاث ساعات. جيد انك تطلع عليها لتعرف ان هناك نبي وهناك له سيرة كاملة. يعني لا بأس ان تزداد معلومة. جيد؟ تمام. انت جنابك الكريم اكتب في اليوتيوب بداية التوحيد محمد وعلي الخالقين الرازقين. شاهدها ستعرف من هو النبي الحقيقي. تمام. بالنسبة للنبي اوكي ما فيش مشكلة. انا هشوف الحلقة. القرآن عندك انت غير القرآن اللي عندي. القرآن اللي عندي ما في فرق. بعدين انت تشوف اولا شوف هاي الحلقة واتصل بيها بعدين معزز مكرم. جيد؟ طيب انا انا هجاوب على سؤال اللي انت كنت سألت واحد من شوية عليها. بخطوص السيدة عائش. اي سؤال؟ السؤال اللي اتنين هما السؤال اللي اتنين بيدوروا حوالين يعني مشكلة واحدة بالنسبة ليك انت يا. السيدة عائشة هي زوجة الرسول عندنا احنا كسنة. والسيدة عائشة تعلمت من الرسول اشياء كثيرة. فهي كانت بتعلم الناس. والحديثين اللي اتنين اللي لحضرتك ذكرتهم. مفيش فيهم اي شيء يعني كلام كله عادي مفيش فيه اي مشكلة. حتى عندنا في السنة حديث مفيش فيها اي مشكلة. اه الحمد لله. بارك الله بك اخي الكريم. لو متصل من زمان وحل الموضوع. وين كنت؟ لا الحديثين اللي اتنين مفيش فيهم اي اي شيء يعني. واحد سأل السيدة عائشة عن شيء وهي اجاباته. واحد طاح وواحد طاح. اي وواحد طاح وواحد طاح. لان السيدة عائشة كانت بتستقبل كانت بتستقبل اي سائل او اي شيء. اي مشكلة. لان هي تنين. اي نعم ماكو شيء نعم. هذا اي حديث ان رجل نزل بعائشة في اجنب؟ هذا اي حديث ان رجل نزل بعائشة في اجنب؟ لا هو هو يعني اي نزل بعائشة؟ ما عادر والاش راحنيوها. لا انت معناها اي بالنسبة ليك انت؟ انا اسألك ما معناها؟ معناها ان هو كان موجود في البيت عند السيدة عائشة وفي الفراش ونزل على الفراش بس ده ما في اداه هو معناها يعني. اللي انا فهمته او المعنى السن. مالوش اي علاقة بان هو مع السيدة عائشة او اي حاجة من اللي انت بتذكره. يعني قصدك كان هو موجود في بيت عائشة. اي هو كان موجود لان السيدة عائشة بيت الرسول كانت تستقبل فيه اي حد اي سائل. لان هي تعلمت وبتعلم. تعلم الناس. ولكنه نزل على الفراش. اي نزل على الفراش انه كان نايم وحصل انه زي ما بحصل مع اي حد انه كان نايم وهو نايم في الليل حصل كده على الفراش. الاستقلام يعني. اه فراشة هو. اي على فراشة هو اي الفراشة اللي هو نايم فيه. ماذا كان يفعل في بيت عائشة يعني. ماذا يفعل هذا الرجل في بيت عائشة في بيت عائشة. السيدة عائشة لما تعلمت نونة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت بتعلم وكانت. كان بيت الرسول اصلا كان مفتح لأي سائل. وكان مفتح لأي حد عنده مشكل. فعاد ان هو جاي يسأل السيدة عائشة عن شيء. يعني ام المؤمنين كانت بتعلم كل الناس. مو مشكلة هي بعد. النبي نبيكم انتم السنة ما ترك رجل يقودكم. انا عايز انا بسأل حضرتك هو ايه الدين اللي انت بتنشره. لا تغير الموضوع. والله لنا خرجنا من جنابة الرجل. والله علي اطلق بالخمسة. وبالستة وبالسبعة. لا تغير الموضوع. لا تغير الموضوع. هو حضرتك ايه دينك بالزود. هو حضرتك بتمشي الزال لو سمعت. لا تغير الموضوع. نبيكم ما ترك لكم رجل يعلمكم الاحكام الجنسية. ترك لكم عائشة طيب. والرجل نام في بيت عائشة واصبح مجنب طيب. ايه اللي قرأ بعدها ولا مؤخزة؟ الله. انا معك سؤال. انا ما ادرس نانا. ديني المعلومات الكافية لاننا نظرة. ولكن. ما عندكش المعلومات الكافية عشان تنظرني. وقبل قليل تقول الحديث ما فيهوش حاجة. وانت متهور ورايح زايد. وحديث طبيعي جدا. وعند السنة طبيعي جدا. وما فيهوش اي حاجة. وانا قيت عشان اردوه. انت قبل قليل قلت هذه كلمة. قلت انا اريد ارد حديث عائشة. الان وصلنا للحتة ديه المحمرة اه. انت الع lamb. ما امعك معك. ماذا اعرفش وما تعرفش وما تعرفش. بس قبل قليل تعرف. انه في بيته ونام وفراش و اجنب. الآن هذه المرحلة الحساسة بما تعرف خطيئة الله ما مسكي أنت شوف أنا آخر كلام أنت السيدة عائشة أشرف منك وأشرف من مليون من الخلفتها والله السيدة عائشة أشرف من الخلفتها والله أقسم بالله دين إيه اللي أنت بتنشره مش فاهم دين إيه اللي قاعد تنشره وعملت يجتم في السيدة عائشة طيب سيدنا عمر أنتوا أقسم بالبقى أنتوا كلب والله والله أنتوا كلب وما لكوا أي شيخ إيه شيخ إيه اللي أنت بتنشره أصلا من طريق قناة يالب يخلق الخط طيب قول مع السلامة وإحنا وياك على الخط عيب عيب ما يصير عيب عائشة واكفة حفصة واكفة عيب